تنحلم أنت باستمرار في حديثك سواء الأهل بيلعب أو من غير الأهل بتتكلم كلام طيب جداً على نادي الأهل البعض بيفسر بيقدروا المغردين بيفسروا الكلام ده بيقولك عشان تكسب ودي جماهير الأهل ترد عليهم تقولهم إيه أولاً من العيب جداً أنك تشوف حاجة محترمة وحاجة جيدة وما تقولش عليها أنها محترمة وحاجة جيدة ده عيب ده عيب الأطراب بالحق فضيلة وده شيء أنا متعود عليه يعني أنا بقول كويس أنت كويس بقول اللي مش كويس أنت مش كويس وبعدين بالتالي لما ألقى احترام وتقدير من النادي الأهل ومن جماهيره ومن كل المنظومة هل ده يقابل من عندي بالعكس إزاي يعني إزاي إزاي أنا أقابل الإحسان بغير الإحسان إزاي ده وضع طبيعي جداً وبعدين هو شيء محترم أنك تلاقي حاجة جيدة ونادي منظم ونادي احترافي بيدار باحترافية شديدة وكلنا عايزين أنديية مصر كده وفي أيدينا نعمل كده وبالزبط هو النهاد لعلي جاي من كوكب تالي لا 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 ده نهاد لعلي من مصر ولما بيلعب في إفريقيا بيلعب لمصر ولما بيلعب بالبطولات كلها ولمصر طبعاً ولما الزمالك يلعب بوررب والزمالك والمقاولين وكله كل أنديية وكل أنديية وكل أنديية لكن أنا شايف أن العملية بدأت تتخطى الحدود شوية لا أنا قريت حاجة من أسبوع أن حسن شحاتها بقاش رئيس النادي الزمالك يدخل واحد يقول لك لا 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 حسن شحاتها إيه وعمل إيه للنادي ده بيتكلم على النادي الأهل كويس فبوضى كلام ولازم يتكلم وحش عشان خاطر هو أنا ضروراً أشتم وإلا أدبي وتجاوز عشان أرضي الناس هل الكلام الكويس اللي أنت قلت ده تسبب لك مشاكل كثيرة جداً مع بعض قلة قلة قليلة جداً المتعصبين بيزعلوا جداً مع أن أنا شايف أن بالعكس يا جماعة ده أنتو المفروض المفروض لما يكون ابن من أبنائكو ويلقى تقدير من نادي منافس لنادينا لا بالعكس ده أنتو تفخروا وتعززوا ده ترجمة نانسي قنقر